أهلا وسهلا فيكو في برنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري رادو الحياة قابل نشأة فيليمون من جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية ورح نحكي عن الوضع في غزة كيف هي الكنيسة في غزة في الوقت الحالي؟ شكرا من أجل هذا اللقاء بخصوص الكنيسة في غزة احنا يعني بنرفع صلاة انو الكنيسة تكون نور وملح في وسط هاي الظروف الصعبة اللي بتمر فيها غزة أيامات من الحرب سببت دمار هائل سببت تراومة كبيرة لشعب غزة جميعا وللكنيسة كمان والمؤمنين والمسيحيين في غزة ووضعهم لا يختلف عن وضع بقية الشعب كتير ناس تهجرت كتير ناس عانت كتير ناس ما في معاها تأكل أو تشرب وكتير ناس تأثرت ومانمت خلال هاي الفترة وخاصة الأطفال وخاصة الكبار بالعمر فوضع صعب جدا جدا لا يحسدوا عليه هل الكل بعاني من صدمة نفسية بسبب اللي بصير في غزة؟ طبعا التراومة كبيرة هذه الحرب كانت غير متوقعة وغير مخطط لإلها حسب تقديراتي والناس ما لحا تتسوي أي إشي فمرة بسرعة كبيرة في حرب في قصف مستمر بالنهار وبالليل في هروب من منطقة لمنطقة ونزوح في عدم توفر الإمكانيات من المية من الكهرباء من إطاع الكهرباء والإنترنت والتواصل في عدم توفر الإمدادات المال كل هاي ظروف صعبة جدا يعني خلت الغزيين وخلت أهلنا في غزة تمر في عشر أيامات أو أكتر من بنقول إحنا جهنم على الأرض هل في أي فرصة لبساعة الأشخاص اللي بعانوا من صدمة؟ أنا بتأمل إنه إحنا نسوي بعض البرامج إنه نساعد في هذا المجال وبتأمل كمان إنه إحنا نشارك كمؤسسة جمعية الكتابة المقدسة الفلسطينية في سد بعض الاحتياجات عند الناس من مأكل ومشرب ومن كمان تصليح بعض البيوت إحنا من ناشد كل الناس وأهل الخير إنه يساهموا ويساندوا معنا في هذا العمل الإنساني أولا لمساندة أهلنا وأحبائنا في غزة هل في إمكانية إنه ترجع الحياة لطبعتها؟ لأنه مواضح إنه كتير منازل تضررت وتضمرت وفيش كهرباء في كتير أماكن فكيف ممكن ترجع الحياة لطبعتها في غزة؟ إحنا نأمل بشغلتين الشغل الأولى نأمل في إنه يكون فيه إعمار حقيقي لغزة والناس تستثمر في إعمار غزة وإعادة البنية التحتية وإعادة بناء كل ما تدمر لكن في نفس الوقت إحنا مندعو ومنصلي حتى يكون فيه استثمار للسلام المستدام في غزة ما بدنا يعني بعد أكم من ثانية تصير كمان حرب ويتضمر كل البيوت وكل المحلات اللي عادة بنائها فعشان هيك منصلي من أجل سلام حقيقي بغزة منصلي من أجل انفتاح على غزة وانفتاح لأهل غزة إنه يطلعوا ويتحركوا ويكون فيه فرص للعمل وفرص لبناء القدرات وفرص لحياة كريمة لكل أهل غزة كمان كنائز غزة ومساجد غزة وشعب غزة يكون فيه إلها حرية ويكون فيه إلها أمل في حياة مستقرة هل تمكن الناس من أنه يروح على الكنيسة في هذا الوقت أم أنه كان خطير جدا؟ طبعا ما كانت العالم تقدر تتحرك يعني كل المناطق كانت معرضة للقصف وأنا ذكرت أنه فيه الرهبات الوردية اللي عندهم الساحة انقصفت فهذا كان كل المناطق معرضة للقصف لكن نشكر الله يعني رغم كل الناس اللي جهجرت وكل الناس اللي تقلت وماتت خلال هذه الحرب نقول نشكر الله أنه انتهت وفي نهاية لهاية الحرب ونأمل بالسلام ونأمل بإعادة إعمار غزة نفسيا روحيا وأيضا معنويا وأيضا على الأرض البناء والحجر الحجر والبشر هل فيه وقف إطلاق النار هل هاي فرصة الكنائس أنه يرجع ويساعد المجتمع في غزة؟ أعتقد كل المؤسسات الكنسية كل المؤسسات الإنسانية كل المؤسسات التنموية ومؤسسات الغياتي عليها أنه تتكاتف وتعمل مع بعض على إعادة الحياة والاستقرار لغزة ولمساندة النازحين واللي اضرروا بشكل كبير في غزة لكل اضرر ما في حدا ما اضرر والكل بحاجة لمساعدة ومساندة هل المجتمع المسيحي كيف بدوا يتعامل مع كل هذا العنف في غزة؟ كيف بتعامل مع الغضب؟ لأنه كل فترة بصير حرب فبنصاف في إحباط وأنه بدوش يصير حرب كمان مرة؟ شوف الغضب مش فقط في غزة الغضب كمان من خارج غزة الغضب على اللي بيصير والغضب على هذه الحرب اللي غير متساوية والحرب اللي فيها يتم القصف من الجو من على بعض والحرب هاي اللي أدت لضمار كبير جدا جدا ولنزوح عدد كبير من العائلات فيعني غضب احنا كلنا غضبانين كلنا زعلانين على اللي صار ومنأمل انه هاي آخر حرب تكون ومنأمل انه ربنا يهدي النفوس ويهدي النفوس ويضع السلام ويعطي حكمة للقادة على أساس يوصلوا له حياة كريمة لشعبنا الموجود في غزة بنعمة ربنا وبصلواتنا وبصلوات الكنيسة وبصلوات كل المؤمنين في كل مكان هالكنيسة نور لنعمة الله ورحمته في هاي المنطقة انا بأأمن انه الكنيسة اينما وجدت هي نور على منارة وهي ملح يملح فدعواتي حتى ربنا يشدد الكنيسة حتى يثبتها المؤمنين الموجودين هناك حتى يكملوا يكونوا رسالة غزة رسالة الامل والرجاء رسالة القيامة نعم في طريق الام وفي موت لكن في قيامة في النهاية وهذه هي رسالة الكنيسة القيامة احنا طلعنا جديد من عيد القيامة لكن تبقى رسالة القيامة لكل السنة انه المسيح قام ونحن لنا حياة وقيامة في المسيح هل سمعت كسص عظيمة عن نعمة الله ورحمته في هذا الوقت العصيب العانى منه الناس؟ طبعا حماية ربنا لكتير من الناس كانت واضحة وكتير من الناس قالوا لنا انه ربنا انقذهم من موت محتموا وربنا يعني الانفجار صار بجنبهم او بالبيوت او المناطق اللي حواليهم لكن ربنا انقذهم احنا مندعو لربنا ومنصلي له حتى يرفع كمان مرة كل الظلم عن غزة وعن اهل غزة الاوفياء الجبابرة ومنصلي حتى ربنا يشدد ويثبت اهلنا في غزة وضل الكنيسة والشعب المسيحي والشعب المسلم واقفين جنبا الى جنب فيه رعاية وعناية وعيش مشترك وايضا ضد الظلم وضلد اي شيء مصير مش انساني شوي صلاتك من اجل غزة في هاي اللحظة صلاتي من اجل غزة حتى ربنا كمان مرة يدخل في الوضع هناك حتى يفتح الابواب المغلقة حتى يضع السلام حتى يعطي حكمة الى القادة جوا غزة والقادة كمان اللي بأسروا على غزة من برة المحليين والدوليين انه يزرعوا بذار السلام ويعملوا من اجل السلام انا بدعوا حتى ربنا يحط السلام في القدس وفي كل المناطق وبصلي صلاة خاصة من اجل غزة حتى تضل غزة منارة تعكس محبة وتعكس سلام وتعكس حياة كريمة لكل الاهل الموجودين فيها هناك وبصلي حتى ربنا يشدد بشكل خاص الكنيسة يحمي اهلها ويحمي رسالتها اللي هي نور وملح هلا عم بتكون بجمع التبرات من اجل مساعد الناس في غزة شو عنوان صفحتك على الانترنت عشان للناس اللي بيحبوا يتبرعوا من اجل غزة احنا مندعو الناس يشاركونا احنا حنعمل حملة بنعمة ربنا انه نساند اهلنا في غزة ونصلي حتى اهل الخير يتواصلوا معنا جمعية الكتاب المقدسة الفلسطينية رقم تلفوننا 5850086 في القدس واي حدا معني انه يساهم ويساند في حملة مساند الاهلنا في غزة في توفير المأكل والمشرب والاساسيات الحياة الكل مرحب فيه وربنا يقدرنا حتى نساهم ولو جزء بسيط في دعم اهلنا واحبائنا المسيحيين والمسلميين في غزة شكرا نشأت وشكرا لسماعكو لبرنامج احدث فرقا معي انا الياس كسابري وانت شو بتعمل عشان تحدث فرق في مجتمعك شكرا للمشاهدة